بسم الله الرحمن الرحيم أيها الأحبة السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اليوم نصيحتنا الثانية في سلسلة هذه النصائح الإبداعية لحفظ القرآن وكيف تحفظ القرآن من دون معلم لأنه ينبغي أن تعتبر أن المعلم هو الله سبحانه وتعالى ينبغي أخي الحبيب أن تتوكل على الله أن تثق بهذا الخالق العظيم أنه قادر على أن يعلمك طيب من الذي علم النبي هو الله الذي علم النبي قادر أن يعلمك لذلك الله سبحانه وتعالى خاطب حبيبه وقال وإنك لعلى خلق عظيم وقال له في آية أخرى وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيمة فأخلاق النبي اكتسبها من القرآن الخلق الحسن أيها الأحبة له الثواب عظيم جدا أثقل من أي شيء لأن نبيا عليه الصلاة والسلام أنبأنا أن أثقل شيء في ميزان العبد يوم القيامة ما هو حسن الخلق طيب أنا من أين آتي بحسن الخلق من القرآن كيف أتعرف على بر الوالدين كيف أتعرف على الصبر كيف أتعرف على وقول للناس حسنا أن أحسن كلامي مع الناس كيف أتعرف على مئات الحقائق الموجودة في القرآن حول الأخلاق إذا لم أحفظ القرآن الحفظ عملية مهمة أيها الأحبة نصيحتنا اليوم الثانية اغتنم الوقت لا تؤخر ولا ثاني أيها الأحبة منذ هذه اللحظة الشيطان يجعلك تسوف غدا غدا بعد غد الشهر القادم الأسبوع القادم لا أخي الحبيب أحد الصالحين أعتقد الإمام الحسن البصري رحمه الله كان يعتبر أنه إذا أخذ نفسا لن يعيش حتى يرد هذا النفس تصوروا كان لا يثق بالحياة أبدا كان يعتقد أنه في أي لحظة يمكن أن يلقى الله ممكن الآن تلقى الله ممكن بعد ثانية تلقى الله أنت لا تعلم لا تعلم متى يأتي ملك الموت فينبغي أن تغتنم ليس كل ساعة أو كل يوم أو كل دقيقة بل كل ثانية يعني هذه الثانية ينبغي أن تغتنمها وتبدأ مباشرة بحفظ القرآن أحبة في الله العمر قصير لا يعرف الإنسان متى يموت أسرع مباشرة لاتخاذ القرار ينبغي أن يكون أسرع قرار تتخذه هو قرار حفظ القرآن لماذا؟ لأنه قرار آمن وصائب ويرضي الله ويغير حياتك نحو الأفضل وتطمئن وتشفى القرآن له مفعول السحر أيها الأحبة في الشفاء في تغيير حياة الإنسان في إعطائه كمية كبيرة من السعادة لذلك أحبتي في الله ينبغي أن يعني تتخذ القرار بحفظ القرآن ولا تجعل أي لحظة تمر من عمرك إلا وتغتانمها بقراءة القرآن وتطبيق ما جاء فيه وتذكر أن الله سيسألك عن الوقت يوم القيامة النبي يقول تأمل أحبتي في الله أرجو الانتباه رجاء نحن مقدمون على أهوال يوم القيامة أهوال القبر فالموضوع ليس فيه عبث وليس فيه ضحك أو سخرية موضوع جد لا تزولا قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربعة همشي عن وقته ماذا فعل به ماذا فعلت بهذا الوقت ماذا فعلت في شبابك ماذا فعلت في صحتك أنت الآن صحيح معافى لديك وقت تغتنمه في الأشياء التافية كل ثانية من عمرك استغلها بحفظ القرآن أيها الأحبة لأنه مصدر السعادة ومصدر الرزق نحن معظم مشاكلنا اليوم مشاكل اقتصادية واجتماعية وأحيانا مشاكل زوجية مشاكل في العمل مشاكل في الدراسة هذه هي المشاكل حل المشكلة النفسية في القرآن حل مشكلتك الزوجية تجده في القرآن سنشرح ذلك لاحقا حل مشكلتك مع الرزق أيضا في القرآن عندما تدرك وتستيقن أن الله يرزق من يشاء بغير حساب سيسألك الله عن الوقت يوم القيامة سوف تندم على كل لحظة لم تذكر فيها الله أو تقرأ كتابه أو تقدم شيئا لخدمة هذا الدين لذلك أيها الأحبة ينبغي قبل أن تبدأ بحفظ القرآن وأنت تتخذ قرار الحفظ أو إذا كنت بدأت ينبغي أن تدرك أن الوقت الذي تمضيه مع القرآن هو من أفضل الأوقات التي سيعطيك الله الأجر عليها لذلك لذلك اختر للقرآن أفضل الوقت عندك لا تجعل القرآن على الهامش سيجعلك على الهامش يعني مثال أيها الأحبة أنا لدي دراسة لدي عمل لكسب الرزق لدي مشاغل مع الأهل مع الكذا مع الأصدقاء إلى آخرين فلا أقول عندما أجد وقت فرق أحفظ لا ينبغي أن أضع حفظ القرآن رقم واحد وكل ما تبقى يأتي بعده لماذا أيها الأحبة لأن أهم شيء في حياتك يجب أن يكون هو الله عز وجل يجب أن يكون الله عز وجل هو الاهتمام رقم واحد بالنسبة لك وكلام الله عز وجل يجب أن يكون رقم واحد بين اهتماماتك أنت الآن تنطق الكثير من الكلام مع الأهل مع الأصدقاء في العمل في الدراسة في كذا ولكن كل هذا الكلام أيها الأحبة كما قال الله تعالى لا خير في كثير من نجوه هذا الكلام ستجده عبءا عليك يوم القيامة كله يكتب على فكرة تصور أخي الحبيب وأنت تفكر بمشروع حفظ القرآن فكر معي فكر هكذا يعني ممكن أن تغمض عينيك وتفكر أنك تقف يوم القيامة في هذا المشهد العجيب أمام الله أهوال أهوال ومصاعب والمرور على الصراط وكثير من الناس سيدخل النار وعليه أهوال وانت تقف لتجد كتابك الذي ستتلقاه بيمينك إن شاء الله هذا الكتاب مليء بآيات القرآن وذكر الله ما هو موقفك بينما تجد شخص آخر أمضى حياته بالعبث ولهو تجد كتابه مليء بالكلام الفارغ والحوارات الفارغة وكلام ليس له أي قيمة كم ستكون مسرورا يوم القيامة عندما تجد أن كتابك تلقيته بيمينك وأنك فرح تقول ها أم اقرأوا كتابي إني ظننت أني ملاق حسابي فهو في عيشة الراضية في جنة عالية الشيء الثاني أيها الأحبة فيما يتعلق بموضوع الوقت أحبة في الله هناك فن اسمه إدارة الوقت أهم أنا حسب تجربتي أهم عنصر من عناصر إدارة الوقت مبدأ الفصل بين المشاكل ما هو هذا المبدأ أيها الأحبة الحقيقة هذا المبدأ يعني أنا طبقته ومارسته بفعل الحاجة قبل سنوات طويلة ولكن فيما بعد اكتشفت أن العلماء تحدثوا عن مثل هذا الموضوع علماء البرمجة العصبية عنواء النفس مهم مبدأ فصل المشاكل يعني أنا لدي الآن هم أو مشكلة معينة في البيت أو في العمل أو في الشارع مع الجار مع الأهل مع أي إنسان هذه المشكلة ينبغي أن أمر النفسي أن أعزلها عن هم حفظ القرآن يجب أن يكون همك أن يكون همك هو حفظ هذا القرآن يجب أن يكون يعني يعني لديك هم أن تحفظ القرآن لذلك سيكفيك الله سائر الهم سأعطيك مثال أي أخي الحبيب على هذا المبدأ الفصل بين المشاكل لأنه أهم مبدأ سيساعدك على حفظ القرآن والذي يدمر ذاكرتنا ويدمر وقتنا هو عدم قدرتنا على فصل المشاكل أو المسائل عن بعضها يعني مثلا أنا لدي مشكلة في العمل يجب أن أحلها لأكسب الرزق لدي مشكلة مثلا مع الزوجة مع الأولاد مع أخي مع جاري مع بعض الأصدقاء مجموعة من المشاكل هذه المشاكل عندما أنا أضعها في حزمة مع بعضها هكذا وعندما يبدأ أو أبدأ بالتفكير بحفظ القرآن أتوقف عن التفكير بهذه المشاكل وأبدأ مباشرة بالدخول إلى أعماق هذا القرآن لأبدأ بالتفكير لأبدأ بالاستمتاع بكلام الله لأبدأ بالقضاء على الحزن على الهموم أفصل المشاكل عن بعضها وهذا مبدأ يجب أن تستخدمه في حياتك بشكل عام يعني إنسان أصابه مشكلة أصابته مشكلة في عمله يأتي بهذه المشكلة لينكد على أهل بيته بها ما علاقة هذا بذاك درب نفسك على مبدأ فصل المشاكل سترتاح جدا وستغتنم الكثير من الوقت ستشعر بالكثير من الفراغ لذلك حفظ القرآن يجب أن يترافق مع شيء من الخبرة بموضوع إدارة الوقت وهي فن أيها الأحبة افصل بين المشاكل اعتبر ينبغي أن تعزز في عقلك الباطن وأنت تفكر أن حفظي للقرآن هو العلاج لمشاكل ينبغي أن تعتقد ذلك جازما تماما مثل إنسان يثق بطبيب مشهور أن العلاج سيكون على يد هذا الطبيب أنت يجب أن تثق بالله عز وجل الذي وعدك بأن علاج همومك ومشاكلك سيكون في القرآن طيب أين من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة إذن الحياة الطيبة الهادئة السعيدة الخالية من الهموم والمشاكل تجدها بالعمل الصالح فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون يوم القيامة طيب ما علاقة العمل الصالح بحفظ القرآن طيب أنا كيف أتعرف على الأعمال الصالحة إذا لم أحفظ القرآن يعني مثال على ذلك أيها الأحبة القرآن مهم جداً وهو أقوى وأعلى من الحفظ ينبغي أن أحفظ القرآن لأعمل بما فيه لكي أكون من الذين آمنوا وعملوا الصالحات إذن أيها الأحبة موضوع إدارة الوقت مهم جداً وموضوع اغتنام الوقت وينبغي أن نعلم أننا سنقف أمام الله سيقول لنا وإنه أي القرآن وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا القرآن ربيع قلوبنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا إنه على كل شيء قدير اللقاء القادم إن شاء الله سيكون هناك نصيحة مهمة جداً والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته